أجازا مسشارو المجلس الوطني الانتقالي خلال الجلسة العادية الثانية التي ترأسها النائب الأول لرئيس المجلس الوطني صالح مكي مشروع يتعلق بالحرف اليدوية بجمهورية شاد بنسبة 139 صوتا ويعمل مشروع القانون على مواجهة الظروف الراهنة من خلاله وضع شروط لممارسة هذه المهنة وآدابها وأخلاقياتها وكذا حقوق ووادبات كل حرفي ويتكون هذا المشروع من تزاعة أبواب مقسمة إلى 17 فصلا تحتوي على 60 مادة أهمها الأحكام العامة وفئات الحرفيين وشروط ممارسة المهنة والتعليم والتدريب المهني للحرفيين وخلال هذه الجلسة قدم المستشارون عدة أسئلة ومداخلات حول كيفية تطوير هذا القطاع الهام وأشاروا بضرورة أن تكون البلاد مثالا لدول إفريقية المركزية في مجال الحرف اليوم وصف الأسامبلي وصف بكون أنت مجال للخرفين لكي يخدموا رسميا في البلد والتكس على اليوم أدوبتدا شغل مهم مرة واحد ويعد هذا القانون مهما في مجال تنظيم الحرف اليدوية بغية تقدم وتطور هذا القطاع تقريبا فوق من سبين فرمية بوبلاسينا تشادة قاعدين في سكتر الارتزانة سكتر دا ما يريورغانزي دا هما ما برفوا يتوقع في الارتزانة ويتم ما فيه من قد دا إن شاء الله أدوبتدا في الأقرب وكيد يكون بروميلغي ويبرمت رانينا ديسان سوزان كاتورز متيان الارتزانة دا نخطوم نريورغانزي هذا وأن قطاع الحرف اليدوية من أهم القطاعات التي تساهم في تنمية الاقتصاد كما يساهم في محاربة البطالة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر